المترجم للقناة تعالي ساعديني أنا نغير لأخوك تعالي تعالي هادي يا بي هادي هادي يا الله يلطع لك هي يا بي مصبوط الكلام اللي حكيته أمك عن فرانس هي بالله يا بي ليش ما حكيت دي كنت عمقول لحالي اليوم بيرجع وبكرة بيرجع بصار بعتلي كذا مكتوب وكل واحد من البلد شكل أنا ناقذني قلبي أبي والله ما لي مطمنة هيك غلط لك بنتي كان لازم من بعد ما سافر بأسبوع تجي لخبريني بعدين مو حلو يبطل يقعدي لبيت لحالك سمعي بطل يقعدي عنا هلا بينما ييرجع حاضر وأنا رحشوف شلون السأل عملك ماشي يالله يالله أماما شرفوا شرفوا رضا بنا أهلا وسهلا شرفوا موسيقى اريد احكيلك هي عن فرانس فرانس؟ لماذا عرفتو هين اراضي يا عبي؟ لم اقل اقصى دورتو عليه بالشام و بيروت و لم اقدرتو تعرفوه وينه؟ هلأ هذا الحديث اجدولي يالا بعدين حطي ارازيك وتعييالا مقابلك يا انا رايحة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك بسهد خير عليم بسهدوني شكرا لما زبتي حالي بسهد يا عبي اسلام عادي يا عادي افضل هي كريمتنا موجودة اه انا اسف نقدم عام عشيلي احت سمعين بس انا مؤمن ياسططرهم افضل الحقيقة اني انا من الاشخاص اللي شاركوا باني ضال سياسي ضد الاحتلال الفرنسي بعدين تم اعتقالي واسري وظلوا ينقلوني من بلد لبلاد لحد ما لقيت حالي بجزائر وهنيك تعرفت على كولوني الفرنسي ولما عرف اني انا من هون ومن حبه الشديد للشام قرر انه يهربه بالحقيقة هو السيد الفرنس شو اخدوا على الجزائر لقامني؟ شو هي الرسالة؟ لو سمحت كمل يا سيد حسان النقيب حسان من افراد الجيش العربي السوري تشرفنا تفضل بالحقيقة سيد فرنس اجبر من قبل السلطات الفرنسية اللي عودة لاجيزة الامن تحت طائلة المسئولية الشديدة على حسب ما فهمت منه وكمان اجبر على الالتحاء بالقوات الفرنسية اللي مربطة بالجزائر والاهم من هذا الشي كله ان القوات الفرنسية اجبرته على الانفصال من حضرتك يا سيد ماريو موافق؟ قصب العلم وعلى اوله انه لا يجوز الارتباط من ضابط امي الفرنسي من امرأة سورية بهزوف مربية انه سنال شوي اهلناك العباس هنالي مع الله؟ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله ومن بكرة الصبح بيتجاهزوا حالكم في عناك امرأة سترجل نروح نشتريون صار صار تصحوا على بكين صبوحي طوط الحصان على البايكة بتكسر عرقه بتعلق له علام صار عبا ضاي صار عبا ضاي حلي خالتي حلي خالتي حلي خالتي الله يرضى عليك شارفي ايه خالتي شو صار معك مش الحال ما فهمت كيف يعني يعني شب الدلال عالبيت وعالفرن وبهالكم يوم بينباعوا والله يا خالتي انا انا مو هاين علي بياتها الفرن هذا فرن ابوه واخوه وكان معيشكم حياة كريمة بعدين انتو فرانة الحارة قبا عن جد هذا اللي كانت مربى يا خالتي هذا اللي كانت مربىك لا اله الا الله خالتي ليش ما بترجع لبيتك بعدين انت قعدتك هنيك بين اهلك وناسك وحارتك ما بيعطل شغلك هون تعرفي خالتي بحس انه رب العالمين كاتب علي العذاب اوف شو اللي حكي اللي عم تحكيلك خالتي لانه هي هيك يا خالتي هي هيك من صغر سني تيتمت وفقدت اخي قدام عيوني ورجعت فقدت امي ومال الشام البنت يلي كبرتها وربيت عليك هلق كبريت وتجوزت وصارت ببيت جوزة لهيك يا خالتي بعد قدرت تفوت بيتنا عم حسه كبير كبير وفاضي وحيطانه كتير باردي باردي يا خالتي قد ما تقولي باردي خالتي؟ انا ما بدي اسمع منك الحكي بنو انت لساتك شب والعمر كله قدامك بعدين انت اللي عملته ما عمله ألف شب بعدين انت بكرة بتجوز وبيجيك ولد من صلبك رح تشوف انه الدنيا كلها تفتحت قدامك وكل شي رح يكون عالي العالم برضاية عليك يا خالتي الجماعة نحنا حكينا معا والبنت انا شفتها باسم الله وماشا الله عليها متل فلقة الامر خير خالتي خير يا عملي بتشوفين ناسي بيتقبر قلبي يا خالتي رح اعملك لقمة اكل تاكلة ايه بسلمني يا تاكلة حبيبي قولي عالقامتي عليك يا ابنيتي على هالحظ الله لا يوفقك الله لا يوفقك ولا يسامحك على هالعمل ابو طالب مظبوط هذا الصليع بده لامريم هذا اللي صار يا عم طالب الله لا يوفقه الله لا يسامحه على هالعمل يخرب بيته مظبوط متل ما بيقوله اللي ما بياخد من ملته بيموت بعلته مرح والشي لان الله يسامحه الله لا يوفقه الله لا يوفقه على هالعمل حيا 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 شو هنمصي شو هنمصي شو هنمصي شو هنمصي شوه محدي يا أختي محدي يا الله محدي يا الله خلص يصطفل مهم أنت ما تزعله لش لو ما أزعل منه إن شاء الله إلي ليش تجوزني طب أختي مركي مغلوب على أمره كيف يجي من الميامل فيني إليك خلص أختي لا تغذي على خاطرك نزل من عين كثير يا صلح نزل من عيوننا كلنا الله يسلامها على أساس تركشي مشاء لي خلص أختي تؤمنين اللي صلح صلح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نورة الشام وحولين الشام بيدة هلي أوزالين شريف عملي شريف طمني كيف الملكاني وشغله والرزق الحمد لله المواسم عال العال والخير طايف والفلاحين عم يشتغلوا لين ونهار عاصله يا أبو العز بتروح متل الطير الطير على البيكة وبتنقي خاروف معجعج بتدبح وبتوضبو كرمال رجوع الآغة بالسلامة اه هم تحكي عن جد ولا هم تمزح عمي متحد؟ أكيد ما هم تمزح يا أبو العز كم ساعة بيكون الآغة بالشام؟ ايه شو علي؟ بيأمرك عمي متحد بيأمرك شوف أهمتك جناب الآغة ناوي يمر على الملكاني وبعد يشد على الحارة الآغة على نافوخنا من فوق وبحطه بقلبي كمان يلا حروك بيأمرك 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة